حكم السفر لبلاد غربية من أجل زيادة المعرفة والثقافة ورؤية العالم مع الحفاظ على العبادات واتقاء الحرومات طب يعني هو سيذهب ويرجع ولا إيش يعني لا سياحة في الإسلام خلينا نقول السفر هذا سفر سياحة لا سياحة في الإسلام طيب لا السفر من أجل مزيد ثقافة معينة بكتب عندي دكتوراه في مسألة معينة في الحضرات في أي شيء من ذلك وهيساعدني أن أسافر لمدة خمسة أيام سبعة أيام أنظر في أماكن معينة لو هيذهب للدكتوراه للماجستير هيتعلم ويرجع ممتأ ممتأ يعني في هذا الباب قد نقول بالجواز لكن التأصير العام لا يجوز إزهاب إلى بلاد الكفر والجلوس فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بريئة الزمة في رواية في السنان في سنة الزمة وغيري قال أنا بريئ ممن من جلس بناظر المشركين لا ترى أنا رهما أتيك بالتفصيل أنه أنا دي كامل في الباب الجمهور الأولى أنا دي على الوجوب أو على التحريم وما يجوز وفي أبراء من الزمة يعني معناها كبيرة الشفعي خصصها قال هذا لمن لم يمكن دينه دلوقتي في جاليات إسلامية موجودة في كل العالم وفي مساجد موجودة في الجميع حتى الدول غير الإسلامية وبيبقى في إمام مسجد ومشايخ وعلماء يعني يعني في مجتمع هذا الظاهر لك هبطت إلى أوروبا أو إلى أمريكا أنا أنا يعني على ما أسمع أنا نزلت إلى هناك ورأيت كيف الدين يتمكن أو لا يتمكن المسألة ثقافة إسلامية فقط ظاهرية عامة وما في تمكين للدين ما في أي تمكين للدين الأذان لا يخرج ما أحد يسمع الأذان لا يحق الكنيس بتضرب كيف ما شاءت ولكن الأذان لا يسمع ما يخرج الأذان والأمر الثاني أنت لك إطار معين لك هيئة معينة إسلامية إن حت عنها بعض الشيء يعني يعني هذا كلام كلام زائف سمحني بقى الكلام أنه المساوية والحب هو زائف زائف ويفعلون ذلك مع الناس يا رجل يدخل ويقول بعد ما يخرج من البدء يتصل فيه يقول له إحنا لغينا الإقامة ولغينا كل شيء لماذا لغيت؟ أنت مش عندك مساوية أي تهمة فعلت بها ذلك مثلا في هذا الباب لا شيء غير أنني عندي حوادث وهي بقى مسألة إيه أنه أخبر رجل عن رجل فأخذت الخبر يقينا فرتبت عليه حكما من تجسس معين هكذا يحكم على الناس ظلم مبين لكن في الغار حقيقة ما فيش تمكن الدين فيه انشغال بالعمل للنهار فيه الناس أصلا المسلمين اللي هم عايزين إسلام اسمه الإسلام الظاهري أنه فيه إسلام ظاهري آه فيه في ديارات إسلامية ونحن في رمضان بنفرح وبنجيب ناس طيبة جدا صوتهم طيبة اسمه همشية الإسلام عمق الإسلام غير مهود حقيقة الإسلام غير موجودة وبعدين أصلا أنا عندي وحي كل اللي انت هتقوله حضرتك ولو ما لمستوش أنا لمسته لمسته عيانا ووجدته الكذب الصراح فيما يقولون ويزعمون والمساوئة وكل الدين عندنا لا ننظر ما في ما في ده فيه عدوة ضارية مضمرة بتظهر فيه فلتات ما يفعل لكن أقول لك الآن أنا عندي وحي خليني سمعت منك وأنا ما رأيت ولا نظرت لكن عندي وحي جاءني وقال برئة الذنب من جلس مناظر المشركين لا ترى أنا رهم إذن من الذي أوحى للنبي بهذا الكلام الله الذي خلق وعلم ويعلم ما كانوا ما يكون وما ما يكون لو كان كيف سيكون هل بالله عليك الذي قال بذلك له أن يقول إلا أن تمكن دينك في البلد الذي أنت فيه صحيح ما قال ذلك فالمسألة العموم فحقيقة الأمر أنه لا يجوز الصفر إلى بلاد الكفري والمكس فيها إلا لما سأبين من الاستثناءات لكن أيضا إنصافة نقول الشفع حمل الحديث على من لم يمكن دين وحقيقة الأمر أنا أقول لك سأل كل من في أوروبا الحجاب ألا يحارف في فرنسا حورب ألا ما حورب 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 في أوروبا بأسرع كيف تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم الدنمارك ماذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم التي حدثت والحريات وما دائما يقول هذه حالات فردية أي حالات ألم يتكفلوا بالإيران الخبيث اللعيم اللي كتب آيات شيطانية سلمان رجلي ألم يكفلوه ويجعلوه بين أحضانهم في هذا الباب أين احترام المقدسات أين احترام الدين وأين احترام الأنبياء أنبياء الله جل في علاه أين هذا كلام كما قلت لك الكلام يعني فيه فيه تعمية على من يريد أن يعمى عليه نعم عشان يسيطر على الأغمار والأغرار فالتأصير العام قال الأن سلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين بارئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراء نارهما لأنه حينطبع بطبيعهم ودى الحصر حينطبع بطبيعهم والمسألة كلها انت ديناك كذا وانا ديناك المهم نحن عندنا ثقافة واحدة متحدة البعض مش عايزة أقول الكثيرين ممن يعني عاشوا هناك فترة طويلة تخلقوا بأخلاقهم هذا البكرة بتكلم نعم نعم أنا لست معطردا شيخي أنا أعرف أعرف أنا أسأل سؤالا سؤال السائل وكأني بسائل يسأل فأسأله ممتاز وهو ده أفضل شيء ناك متصور حتى يتجازل بطراف الحديث فنصل لكلية المسألة في الحوار فهو الحاصل التأثير الإنسان أصلا عنده محاكاة الإنسان مؤثر متأثر وعندنا العوام لهم حكم عجيبة بتتفق مع الشر مش قالوا من عاشر القوم أربعين يوما إيش صار منهم أو صاروا منهم مؤثر متأثر صحيح ولا لا تعال انت أصلا بقى الآن لما تيجي تقول لرجل حرمة بايع الكلاب وإن اقتناء الكلاب تمنع الملائكة في البيت وإن الكلب نجس على قول الجمهور وإن لعاب الكلاب لابد من غسل سبع مرات ولهن بالتراب وقل له واحدة أمريكا بهذا الكلام لما عايشين عايشين أصدقاء عزاؤهم الكلاب رايح جايبهم في البيت وقل له ذلك يقول لك أعلم العالمي العالمين هو الإمام الذي تقصده الناس مالك لأن مالك يقول لكلب ناجس لكن مالك لا يستطيع يقول أن الملائكة لا تدخل بايتا فيه كلب ماذا تفعل بقا يحك الحديث من أصحاب السنة لأن أنا رأيت أنا كلمني رجل قلت له ربا قال لي يا أخي أنت كده بتضايق علينا قلت له مش ضايق عليك أنا أريدك حكم الله قال لي أنا لا أكون مستوطنا هنا ولو أعتبر في وطني في أمريكا إلا أن أنا أمتلك طيب أنت هتمتلك بالربا وما يجوز والفتاوى التي جئتك فتاوى هابطة ليس فيها سمت مسحة فقية ولا دليل شرعي واتخذوا محديث ضعيف في ذلك وفصلت له مسألة حتى سوري قال لي أنا أؤمن بذلك وأنا جئت إلى هنا ثلاث سنوات جالس وأجر حتى ملكاً إلا ببيوت ثلاثة بدون أدنى بدون أي شيء من أرم الغرض المقصود بريئة الزم من جالسة بين أظهر المشركين إلا في حالات رجل داعي إلى الله جل في علا ذهب يدعو أنه وجوباً عاياً أنه يدعو الناس داعي إلى الله رجل معلم سيعلم الجالية المسلمية المسلمين أو الإسلامية أمر ديني الشيخ سيد عبد العاطي في ألمانيا فألمانيا على حدود فرنسا إمام وخطيب هناك ما فيه كثير بقى دكتور صلاح الصاوي الموجود هناك من زمن بعيد شيخ طارق عوض الله طارق مع وليد إدريس في أمريكا في مينيسوتا أنا دابت هناك مصلاً الجمعة التي أنشاؤها كان أساسها محاضرات قدمتها ويحضروا في الحديث والإمام البخاري أنا أقصده أنه من جلس ليؤسس ويؤصل في هذا الباب ويعلم الناس له ذلك غير ذلك من أرد الدنيا وعاش بين الكفر للدنيا فهو إلى الدنيا يعني هو إن صافر وسيتعلم ويعلم له ذلك وينشر تعليم الإسلام السمحة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وجماله عظمة الإسلام له ذلك له ذلك لكن لا يطيل لأنه لو طال انتبع وشخصيته أيضاً صارت كالشخصية وأيضاً خلينا نتكلم بصريحة في ضريبة بتدفع في ذلك الإطالة لها ضريبة بارك الله فيك شيخنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحفظ قلوبنا آمين اللهم آمين يا رب العالمين